اشتركوا في القناة تخلينا نحس ان احنا مناعتنا ضعيفة نكتشفها ازاي وهل ضروري يكون انك جسم صحي مريت بوعكة لقدر الله او بحاجة تعرفني منها ان انا مناعتي ضعيفة طب لو انا ممرتش بدأ اعرف منين دي كلها اسئلة مهمة جدا لازم نعرف اجابتها لكن الحقيقة اللي هتنورنا وتشرفنا وتسهل علينا ان احنا نعرف الاسباب الحقيقية لضعف المناعة وازاي ندعم مناعتنا مش بس من الاكلات الصحية ولا من المشروبات لكن كمان في طرق اخرى هنعرف ده مع دكتور دينا ابو سعود المشرفاني ومنوراني النهاردة منوراني دكتور دينا اهلا بيك اهلا وسهلا بيك حبيبي تقلبي دايما متقلقة ودايما موضوعات جميلة ودايما مواضيع اللي دايما بتتناوليها حاجات بجد بتلمسنا كلنا كلنا بنعاني منها حبيبي تقلبي اسلامي عظيم اسلامي لحياتي انا طبعا عايز اسألك في الاول على فكرة ضعف المناعة انا دلوقتي شخص عايز اعرف انا مناعتي كويسة ولا ضعيفة اعرف ازاي يعني هل انا ممكن انا كإنسان كده طبيعي اعرف ده عادي موضوع المناعة موضوع مهمة قوي عظيمة وجهاز المناعي لازم كل الناس اللي بتتفرج علينا تبقى فاهمة ان ان احنا نعازز جهاز المناعي ده مش مش اوبشن ده حاجة اسمها حاجة مفروضة وإلزامية ان احنا نعازز جهاز المناعي ضد اي فيروس ومش بس الفيروس اللي انتشرت يعني ممكن اللي بيأكله كتير بره والاكل ملوس ومنعتي قليلة بيخشه في تسمم غزايا بيخشه في حاجات كتير الفيروس اللي موجودة ومنتشرة لو منعتي قليلة الفيروس هيتمكن مني فجهازنا المناعي هو خط الدفاع الاول اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه للدفاع عن يعني ان هو بيدافع وبيهاجم البكتيري الانفكشن وبيهاجم الانفكشن فاننا عازز جهازنا المناعي ده امر مفروغ مني ازاي نعرف ان جهازنا المناعي او نستكشف مثلا انه انه قليل او ضعيف يعني ليها اعراض ليها اعراض ليها اعراض يعني مثلا يعظيمة لو انا بيجي لي برد النهاردة وبعدها بشهر جالي برد وبعدها بشهرين جالي برد المفروض ان الجهاز المناعي بتاعي قوي مايجيليش نزلات برد كل شهرين يجيلي مرة مرتين في السنة اه طبعا وفترة التعافي يعني لو الجهاز المناعي سليم بياخد وقت اقلب كتير من وعشان اعزز جهاز المناعي لازم اركز جدا في جهاز الهضمي المعدة والامعاء المعدة بيقولوا دا لكل حاجة المعدة عن العین غ الاقبام المعدة مهمة جدا جدا عشان المعدة وكمانروبايون اللي هي البكتيريا النفعة الناس كثير々 مش عارف ان ايه المیکروبيون او البكتيريا النفعة يمكن جهاز المناعي هي ليكوسايدس او خلاية دام البيضاء بل اتحاد مع البكتيريا النفعة في عندنا في جسمنا بكتيريا مهمة جدا هي اللي بتضرطbre البكتيريا الضارة وهي اللي بتكمل هضم الاكل عشان الدمون يمتص لان الدم ما بيمتصش بروتين بيمتص أحماض أمينية من البروتين الفيتامينز الجلوكوز السكر يعني لازم يتحول لجلوكوز قصة فلازم أهتم جدا بجهاز الهضمي عشان حتى لما أكل فيتامينات الفيتامينات تمتص أو أخذه من المكملات الغذائية ولازم أنام كويس النوم اللي هو الصبح ليل وليل صبح ده بيهديل جهاز المنع طبعا الضغوط النفسية على طول بقول خلوا بالكم من الضغوط النفسية ضغوط النفسية أساس الأمراض العضوية صحيح لأن ونس أن أنا طول الوقت في ضغط وفي توطر أنت بتعلي نسبة الكورتيزول الكورتيزول ده الهرمو اللي احنا بناخده كورتيزول من بره الجسم أو الغذة القذرية بتفرز كورتيزول الكورتيزول هو المتحكم في كل هرمونات جسمي فما ينفعش لا يزيد ولا يقل لازم بيبقى بنملي المسموح به فكل الحاجات دي طبعا كمان عندي مشكلة يمكن بشوفها كثير من قرأيبي وصحابي الاكثار في المساكنات العمال على بطاة بيأخدوه زي البنبوني المساكن مش بنبوني لو بياخدوا كمان منه كميات شوية لا لا المساكنات الطبيب هو اللي لو انا الالام بتاع الطبيب يقولي او الدكتور يقولي انا محتاجة المساكنات دي كم مرة في اليوم الوقت ايه لانه حتى بيكتبوا وقت للضرورة للضرورة في ناس بتعاملوا مع المساكنات انها بمبوني في ناس بتعاملوا مع المضادات الحيوية انها كده برضو ان لو مفيش ده ان انا اخد مضادة حيوية يبقى مخدوش يبقى دي بطول الحاجات دي بتهد المناعة يعني دي عداد سيئة لا احنا بنعمل من التحيين ما مشكلة بأكيد دي يعني وعدم شرب الماء كل مية عدم شرب المية كمان طبعا جفاف الجسم بيهد المناعة والاكثار من السكر السكريات الحلويات والسويتس وقت لا فيش مونتر للكلام ده كل ده بيهد المناعة يا يعني كل دي ده احنا كده احنا لازم نقسس جسمة نعمل اول بجديد نأكل كل حاجة بالمعقول ما منحرمش الناس بالاكل انا بايكل كل حاجة بالمعقول اه ده مهم بس كمان النوم وشرب المية والفكرة الاسترس دي مهمة جيدة هو موضوع احنا كستات برضو موضوع الاسترس ده احنا عاطفين فالعاطفة هي اللي بتاقودنا قوي فعالطول بقول لكل الستات اللي بتتفرج علينا يا عظيمة نحاول ان احنا عندي استرس انزل امشي قلعب رياضة خلي ملك رياضة عدو الكورتزول الاول يا الرياضة فالرياضة بتطلع لي النيجاتيب انرجي على طول هرجع مودي مختلف يمكن ست البيت تقول لك انا لسه انا عندي عيال وعندي بيت وعندي زوج وعندي مش عارفة دروس ومدورة طول ما هي قاعدة عمالة تنخل في الموضوع ده ما عنداش وقت تنزل تتمشع اشتغلي ببيتك حتى لو عندك سيدة بتساعدك في البيت اشتغلي ببيتك اشتغلي قومي تحركي الحركة بركة كل الحاجات دي بترفع لي والمود الحلو طول ما انا مودي حلو والتمثيل الغذائي حلو والايدة حلو مناعتي كده طب قولنا بقى ايه الفيتامينز اللي ممكن يحتاجها الجسم ندعم بيه بقى جهاز المناع ده احنا سمعنا عن حاجات كثيرة جدا دونة دونة بجد خصوصا بقى في فترة اللي فيها الفيروس كل شوية لقي فيروس جديد كل شوية لقي فيروس جديد نعمل ايه بقى في القصة دي من اهم الفيتامينات لدعم المناع فيتامين سي اوكي رائع للمناع الزنك معدن مش فيتامين رائع للمناع والنحاس التلاتة دول تجمعوا تعرفي انك انت المناع بتاعتك انت بدعميها جدا والله ويمكن كمان فيتامين بي بيأثر على المناع بطريقة غير مباشرة لان فيتامين بي بيحول لي الاكل للطاقة وبيعدعم لي التمثيل الغذائي التمثيل الغذائي اكيد فحلق اتكلم معك على التمثيل الغذائي وما دا اهمية سرعة الايد التمثيل الغذائي مش بس عشان انا خس مش قصة خاصة التمثيل الغذائي مهم النفس بتاعي وانا نايمة محتاج تمثيل غذائي مثلا العملية هضم الطعام ان طعام ينزل المعدة للامعاء ويمتطز كل دحاجاتي محتاجة سعارات حرارية مش بس عشان اخس فالتمثيل الغذائي مهم فانا عليت التمثيل الغذائي بيأصل بصورة يمكن غير مباشرة على دعم المناعة فأهم ثلاث فيتامينز اللي موجودين أكيد في قلب مالتي فيت اللي هيتلع على الشاشة أكيد دلوقتي المرخص من هيئة سلامة الغذاء كل مرة أقول يا عظيمة بل الصحة لا تعود مفيش حاجة اسمها أشوف حاجات على السوشيال ميديا أشتريها وأنا مش عارفة مصدرها إيه دي حاجات بتتبلع أحسن مكان وأأمن مكان لشراء أدوية مكملات غذائية هي الفارماسيز السيدليات على طول أنا أشتريتهم السيدليات أحسن أن أنا في أمان طبعا قلب مالتي فيت متوافل في السيدليات يمكن مش في كل السيدليات بس فيه سلسلة السيدليات معروفة موجودة في كل محافظات مصر طب يا دكتورة دينا نعرفها منين كلمونا عن طريق الرقم اللي يظهر على الشاشة الكل سنتر هيوجهكم للسيدليات اللي هتبقى قريبة من المحافظة بتاعتكم أو من جنب بي عشان الناس اللي ساكنين محافظات بيديوا قوي الموضوع ده بالزبط احنا موجودين في المحافظات الحمد لله في السيدليات بس مش عايز يتعب نفسي ويقعد يدور على السيدليات من الرقم هو حضرتكو صوروه بالموبايل وخلوه معاكم طيب قولنا بقى أنا عايز أعرف كلميني عن كل نوع من أنواع الفيتامين اللي موجودة في القلب مالتيفيت لأنه أنا عايز أعرف النسب بتاعته والناس كمان تعرف معنا وإيه المفروض يكون في المكمل الغذائي تعالوا بقى نشوف كده مع بعض طبعا يا عايز أعايز أقول إن ده شكل ألفا مالتيفيت عشان إيه لو روح للسيدلية يتكون مثلا لسه خلصان في السيدلية أو لسه ما وفرناهش في السيدلية دي فبتطوع له بديل وفيه ثلاث شراية ثلاث شراية يعني يكفي شهر هو شهر العربة بتكفي شهر مناش مزيل يا دماعة طبعا لا بالأرخص ولا بالأغلى طبعا ألفا مالتيفيت سعره رائع سعره اقتصادي متنوى للجميع يعني جدا تمام بكل فئات المجتمع تمام الصحة مش مقتصرة على فئة معينة إحنا كلنا عايزين ندعم صحة وطبعا ألفا مالتيفيت هو دعم للصحة فقط وليس علاج لأي مرض أيا كان وكل مرة أقول كده ألفا مالتيفيت طبعا دخله زينك الزينك مهم قوي زي ما أنا قلت النهاردة في المناعة مهم لخصوبة الرجل وليس علاج لعكم الرجل برضا لكن هو دعم للخصوبة بشكل ما مهم للشعر والبشرة طبعا الزينك مهم والنحاس الاتنين دول مهمين لحاجة بقى عظيمة أي خلية عندي بتتجدد في الجسم محتاجة زينك ونحاس مع بعض الشعر الشعر اللي احنا شايفينه في الآخر دي دي آخر مرحلة خالص في الشعر وبعد كده بيقع معدل مئة شعره مثلا بتقعف اليوم والبصيلة بتنتج شعري تاني والشعر اللي احنا شايفينه في ده دي آخر مرحلة في الشعر بتقعط ثلاث شهور وبتقع الدوافر بتتغير الخلايا الدم بتتغير فالعظم يعني انتي عندك خلايا كل معظم خلايا لنا بتتغير محتاجة زينك ونحاس هم الاتنين دول لازم يكونوا موجودين مع بعض وطبعا السادة المشاهدين اللي بتفرجوا علينا بياخدوا سبليمنت غير ألبي مالتي فيد بزينك بس لونغتر خلي بالكم من نحاس لان لو أخدت زينك بس على مدى طويل جدا ومش دعم النحاس نقص النحاس بيهديلي مناعم وبيعمل مشاكل برضو للشعر والبشرة فخلوا بالكم من نحاس طبعا ألبي مالتي فيت برجع وأقول لسلامة كل الناس اللي بتتفرج علينا مرخص من هيئة سلامة الغداء التابعة للمزارة الصحة طبعا الترخيص ما بتاخدش فيوم وليلة لأ ومحتاجها مبهود وفيه حاجات تتوافق عليها وفيه حاجات تتوافق عليها فده الأمان بقى مدام موجود في السيدلية يبقى مرخص وبطمن كل الناس أن أكيد أنا كدكتورة دينا لا يمكن أتكلم على حاجة غير مرخصة ده من زمان بقالي 8 سنين أي حاجة تكلمت عليها كانت مرخصة وطبعا بدعم جدا ألب مالتي فيت لأنه رائع ومكمل غذائي رائع ومرخص من هيئة سلامة الغذاء ومتوافر في سيدليات كتيرة جدا في أرحق جمهورية مصر العربية وسعره في متناول كل الناس اللي بتتفرج عليه طب خلينا نقول بقى هو مصرح لأي عمر من الأعمار يعني أنا دلوقتي أطفال بيشوفونا أو شباب لسا صغيرين يعني من سن كم نقدر بقى ناخد ألف مالتي من سن 14 سنة أخدوه ما فيش عندي مشكلة من 14 طبعا على الشاشة تصريح شهالة تسجيل منتغ غذائي ده تصريح هيئة سلامة الغذاء التابعة لوزارة الصحة ودي حاجة تساعدني جدا جدا إن شركة بايو ناتشرل عرضت الترخيص على الشاشة ده أمان لكل الناس مش بس دينا تتكلم لا إحنا عايزين نشوف الترخيص والحقيقة أنا بشكر شركة بايو ناتشرل إنها عرضت لي الترخيص المنتج اللي بتكلم عنه حاجة رائعة رائعة إن أنا أخد إن أنا حتى أدعم ألف مالتي فيت وإن أنا أدعم كل الناس وصحة الناس بمكمل مرخص وموجود في هيئة سلامة الغذاء ودي حاجة تساعدني إن كل الناس اللي بتتفرج بالوقت يشايف الترخيص قدام عنهم على الشاشة طبعا دي حاجة تساعدنا كلنا يا دينا لإن إحنا كلنا بنبقى في حاجات خفية ما بنعرفها فلما بلاقي حاجة كده وأنا مطمئنة لها لا طبعا بالطبيعي إن أنا هتجه على طور وخلاص طرابة أنت قلت جملة عجبتني جدا إحنا هنروح الصيدلية إحنا هنروح الصيدلية هناخد منها الفيتامين بتاعنا زي ما بنعمل مع كل أدويتنا ومع كل الحاجة اللي إحنا عايزين نشتري ونبتعد تماما على السوشيال ميديا والحاجات اللي إحنا مش عارفينها وحبوب أنا مش عارف اسمها إيه أو ده جاي من بره وده مستورد عايزين المستورد سفروا وأنتم مسافرين جيبوا المستورد ما فيش مشكلة أي حاجة في السيدلية بتاخدوها وأنتم مغمضين عنيكم سواء حاجات دواء مكمل غزائي كريمات الكريمات برضو أخلي بالك الكريمات اللي بحطها على وشي لازم تبقى مصرحة من وزارة الصحة طبيعي لأنه فيه حاجات لأنها بتخش بتمتص طبعا طب خلينا نتكلم عن الجرعات قولنا بقى الجرعات أنا بقى أنا هو يعني الحمد لله ما عنديش مثلا لقدر الله أمراض مزمنة بزر أخد بقى الجرعات قد إيه ولو اتكلمنا عن أصحاب الأمراض المزمنة عشان هم بيتابعونا دلوقتي نقلهم الجرعات بتاعتهم بردو قد إيه طبعا الناس الطبيعيين بيأخذوا هو كابسولة واحدة في اليوم أوكي هي السقح بقى ولا الغدى ولا بعد الفطار لو أنا بفطر كوي عشان الواقبة الأساسية ممكن في ناس ما بتحبش تفطر وأنا مش معدها لازم أفطر عشان الفطار على فكرة هو اللي بيزبطي الحرق بتاع اليوم كله صحيح يمكن بتسمعي ايه أنا مش هفطر عشان أخيص لا لا بالعكس لا طبعا بس أفطر ايه ما أفطرش بقى كرسونات وفتيهات وحاجات كتيرة جدا صحيح لا أفطر الفطار صحيح نبقى نتكلم بقى على موضوع الفطار لتر اون أصحاب الأمراض المزمنة بياخدوا أرس في اليوم ويقدروا يستشير الطبيب لو محتاجين أكتر من أرس مش دي أنا أنا دكتورة سيدلانية مش أنا اللي أقول هو محتاج أكتر من أرس أو أقل هو طبيعي تقصدي أكتر من أرس عشان فيه نسب ممكن بيطلبها منه دكتور أزياد كالسيام زيادة دي بتبقى الطبيب المختص مش أنا لكن الطبيعي إن أنا باخد كابسولة واحدة في اليوم دعامها للمناعة دعامنا للطاقة ويمكن هنا اللي شايفينه على الشاشة كمان يعظيمة المميزات الرائعة لألف مولتيبيت هو عالي في تركيز الزنك يقوي المناعة غني بمجموعة فيتامينات بها الكاملة ليه بقول غني بمجموعة فيتامينات بها الكاملة فيه عندي مكملات غزائية في الماركت بيبقى دعامة للفوليك أسد يعني موجود فيها فوليك أسد فوليك أسد أو خمسمية كمان كويس نسب كويسة نسب هيلة وطبعا ما زيك زي ما أنا قلت لك زينك ونحاس لازم ما يبقى مع بعض دعم المناعة الطاقة الزكورة الشعر البشرة يجمع بين الزينك والبيوتين والنياسين والنحاس لدعم صحة الجلد والشعر والضوافر ده هيل لا ده مهم دوافر والشعر ده احنا كلنا بنعاني من الموضوع ده أول ما يحصل كده وتبقى ضعيفة يقول لك هم ترقائي الستات على طول بيلجوا لا في حاجة حصلة غلط أنا أكيد جسمي محتاج حاجة هفكئة ده حاجة كويسة إن احنا بقى عندنا شوية وارجع أقول حاجة مهمة يا عظيمة طبعا نقص تساقط الشعر ممكن يبقى طبعا يبقى نقص بيوتين زينك حاجات لكن مش كل يا جماعة تساقط الشعر أنا عندي أمراض مزمنة عندي مرض مناعي ممكن أه لا قدر الله طبعا أمراض الغضة الدرقية صحيح بتعمل ده ضغط يعني فأنا لازم أقول لو عندها أنيميا أنه أنيميا محتاجة حديد فلازم أقول أن ألفا مالتي فيت أو الفيتامينات لا تعالج لكن لو أنا ما عنديش الكلام ده خالص وشعر بيقع وقتها قدر أقول أنت ما بتاكلهش كويس خذي مكمل غذائي اه اوكي يعني إحنا لازم نلجأ نقول الأكلات الكويسة وندعم معها المكمل الغذائي اللي بيساعدنا اللي بيضف لنا صح يعني حتى لو في ناس بتقع منها الأكل ساعات بنظام يومهم يشتغلوا طول اليوم بينزلوا طول النهار بيأكلوا واحدة ساعات بيحسك أصبر عنهم فدول يقدروا يعوضوا بالمكمل الغذائي إذن بالضبط ما بيتعرفش للشمس فيأخذ فيتامين دال فبيأخذ لازم يأخذ أدوية على طول الفيتامين دال مهم جدا مهم جدا للمناعة ومهم لكل حاجة وحط السونسكرين عشان ما خدش السلبي بتاع الشمس ما نبدأش بقى نشتكي من الحاجات جلدية ونبكر بقى بقصة جديدة قصص قصص لكن لو ما عملش ده أكيد برشح أكيد بدعم السابليمين سيلي فيها فيتامين دال أكيد موجود في الصيدليوت خلينا نقول تاني هو شكل العلبة عشو حضرتك تبقوا شايفين كالسيوم بي 12 بي 6 بي 5 والسي والي والكوبر والفوليك أسد طبعا فوليك أسد ده رائع وطبعا ألب ملتي فيت مرخص زي ما نقولت موجود في الصيدليات تكلمونا يا جماعة عن طريق الرقم رقم شركة بايو ناتشرال الكول سنتر موجود لخدمة كل الناس والرد على كل الاستفسارات واللي عايز يعرف لو محافظة أي محافظة في مصر السلسلة السيدليات أو السيدليات اللي احنا موجودين فيها الكول سنتر هيرشح لكم السيدليات القريبة ودي أحلى حاجة وسائر حلوة أولا طبعا حاجة احنا مرخصة ويعني حاجة مضمونة موجودة في الصيدليات ده أحلى حاجة انتم كمان عملتوا حساب أصدقائنا ألف المحافظات طبعا أنا بشكرك طبعا حبيبت قلبي دوندن والله بجد انت نورتيني وشرفتيني وأرجو انحنا نكون بنقدب لحضراتكو من أحد المكملات الغذائية الرائعة اللي ممكن تجربوها وبجد فيها كل حاجة أنا بأخذ كابسولة واحدة فيها كل حاجات وزي ما قال الدكتور دينا عايزين تدعمه أو على حسب ما الدكتور يقول على حسب الحالات اللي محتاجت تزود في بعض الفيتامين زل ناقصة في جسمها أنا طبعا أول واحدة على فكرة أنا أول واحدة أخذت وأنا من النفس اللي بدبقى دايما مع الحاجات اللي هي موثوق فيها ومضمونة ونسابها كويسة جدا أنا مبسوط بالنسب بتاعت اللي بتتعرض جدا وبجد أنا بشكر إن إحنا بقى عندنا الـ concept هنا في مصر إن بقينا يعني في القصة دي ما بقتش أي منتج بيدخل ياخد موافقة مش سهل أنا جمع لمستدامع ناس كتير جدا جدا كانوا بيحاولوا ومعرفوش صدقوني ومعرفوش ياخدوا الموافقات ومعرفوش يطلعوا بمونتج كويس ما فيهش وصايت في الكلام الحاجة أملا هتترخف ما بقاش الكلام دا خلاص يا جماعة والله بجد أنا مبسوطة كمان من الـ control اللي معمول على الحاجات دي إن إحنا نبقى فيه أمان أكتر أنا طبعا يعني أتمنى نكون قدمنا لحضراتكم كده مضمون وموجز مهم يفيد حضراتكم أسئلة لحضراتكم بعدتوا نكون جاوبنا عليها دكتور دينا أبو الصعود هتكون مشرفان ومنورانا في حلقات تانية كتير واسمحوا لي أشكر ضفتي اللي شرفتني ومنورتني نهذا دكتور دينا أبو الصعود نورتني تسلميلي تسلميلي على وجودك معي وبشكر حضراتكم أتمنى يا رب من الله ولا يكتر على الله أشوف حضراتكم من هنا لحلقة جديدة